الآن جاء موعدنا مع آخر أخبار الملوى الأعمال لنشرة التاسعة بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة مرنة إيهاب إليك مرنة شكرا لكم محمد وأداء والآن مشاهدين جولة اقتصادية جديدة محليا وعالميا عقدت وزارة التخطيط وتنمية الاقتصادية جلسة مشاورات وطنية حول تعهدات مصر نحو تحقيق أهداف تنمية المستدامة وأكدت وزيرة التخطيط هلأ سعيد أن مصر تولي اهتماما بالغا بالمشاركة في أعمال قمة أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وتقديم إسهاماتها لأجندة عمل القمة نهج الدولة المصرية دايما هو نهج تشاركي دايما الحكومة تتشور مع قطاع الخاص والمجتمع المدني الأكاديميين ممثلي المجالس النيابية كله كان حاضر النهاردة طبعا بالإضافة للشباب والمرأة زي محاكوا شفتوا ده الهدف منه نحن بنستعرض جهود الدولة في مجال التنمية المستدامة وبنقول إيه اللي احنا مصر هتقدمه في قمة أهداف التنمية المستدامة لأن السنة دي هي في منتصف المدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة إحنا الأهداف أطلقت في 2015 والمستهدف إن هي تنتهي أو إن العالم كله يحقق هذه الأهداف بحلول 2030 الشراكة مستمرة ما بين الأمم المتحدة والحكومة المصرية في خدمة السبعتاشر مجال أو السبعتاشر هدف من أهداف التنمية المستدامة ولذلك فنحن سعداء جدا ونقدر جدا أن الحكومة المصرية ومصر ككل كبلد بشكل عام تلتزم بأهداف التنمية المستدامة رغم كل الظروف الصعبة التي تواجه العالم والأزمات التي تواجه المنطقة والعالم أثر كوفيد-19 أثر الصراعات والحروب والأزمات في العالم وأثر اقتصادي الناتج عن هذه الصراعات على الاقتصاد العالمي إلا أن مصر لا تزال ملتزمة ولذلك فإن مصر والحكومة المصرية ستقدم التزاماتها بالنسبة لأهداف التنمية المستدامة في القمة الخاصة بالتنمية المستدامة في الأمم المتحدة خلال الأسبوع القادم أكد وزير البترول طارق المولة أهمية الاستمرار في تطبيق أحداث تكنولوجيات في عمليات البحث والاستكشاف وإنتاج البترول والغاز والاستمرار في زيادة معدلات الإنتاج وخفض المصرفات جاء ذلك خلال اجتماع جمعية العامة لشركة جابكو لإعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي الحالي 2022-2023 حيث أشهد الملة بالنتائج التي حققتها الشركة ونجاحها في زيادة معدلات الإنتاج والتغلب على التحديات التي واجهتها من خلال التعاون والتكامل مع شركائها في أسواق البترول العالمية انخفض خامو برينت بنسبة تقدر بـ 25% ليصل إلى 87.29 دولار للبرميل بينما سجل خامو غربي تاكساس الوسيط الأمريكي 86.77 دولار للبرميل منخفضا بنسبة 74 سنتا أو 9 من 10 بالمئة كما ارتفعت أسعار المزوط عالميا بنسبة تقدر بـ 1.6 من 10 بالمئة لتصل إلى 3.3 من مئة دولار للتر هذا منخفضت أسعار الغزي الطبعية بنسبة تقدر بـ 31 من مئة بالمئة لتسجل 2.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية وقعت لسعودية والهند أكثر من 50 اتفاقية في متدى الاستثمار الذي عقد برعاية الأميرة محمد بن سلمان ولي العهد السعودية ورئيس الوزراء الهندية ناريند رامودي بين يودالهي وأوضحت وزارة الاستثمار السعودية أن الاتفاقات تشمل مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وريادة الأعمال والكيمويات والطاقة والصنعات المتقدمة انتهت أخبار الاقتصاد والعودة إليكم محمد أدف شكرا لك مرنة شكرا لك